أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجهات رئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة بتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصالح الشيخ لمتابعة ملف تسليم الوحدة السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر وشدد مدبولي على أن الدولة تحرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل المبارسات في هذا الإطار حيث تم مراعاته أن لا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل بل لابد أن يكون تغييرا كذلك في نمط عمل الجهاز الإدارية للدولة وأشار رئيس الوزراء إلى حرص دولة أيضا على تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالوحدات الإدارية التي تم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة